نظم عدد من ذوي الأطفال زارعي القوقاعة الصوتية وقفة سلمية للمطالبة بحقوقهم التي نص عليها قانون المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 أمام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعني هسا بنتي مدرسة حكومية بس ما بلوعوا زرفها ما بنعرف شو يعني شاطرة بنتي ويعني ذكية وفهماني وكل إشي بس ما بيعني المدرسة الطلاب البنات صفها بالمدرسة حدثة كمان ما بلوعوا زرفها من طالب أنه يتكفلوا بتصليح الأجهزة لما بتخرب لأنها تكلفتها كتير كتير عالية هلأ هم بيحكوا لك أنه إحنا الديواني الملكي بيعطينا أسلاك وبيعطينا بطاريات لما أجع على المملكة مقابلة حكوا أنهم بيعطونا أسلاك لا هذا الحكي مو مزبوط الأسلاك والبطاريات بيعطونا إياهم كل مئة يوم طبعا هذا الحكي كل مئة يوم ما بيزبط هذا الحكي ليش؟ لأنه الأسلاك كل أسبوعين بتخرب السلك ماكسيموم ماكسيموم كل شهر بيخرب السلك السلك تكلفته 50 دينار شو استفدنا من الجهاز هذا؟ هذا الجهاز استوردوا من براء زرعوا لأولادنا وبفكروننا إحنا من الطبقة الراقية من الطبقة الذهب زرعونا إياه وإحنا قاعدين منصلح وراء الأجهزة اللي نزرعت اسم هاريم عمرها 15 ونصف صف سادس هي أسم هي نفسها تحكي تمام هي نفسها تسمع وتحكي ونفسها تركب قوقعة بس أنا مش حصلة عليها كتابة مدرسة ممتاز هي بتحاولها تعلق كانوا وعدين التربية إنهم علوها بس ما علوها إحنا للأسف يعني ما منطالب شيء إلا تطبيق القانوني اللي هو موجود في نص القانون المادة 20 2017 يعني لما بتسمع إنه سنة وزيادة منوقف قاعدين ومنحاول نتواصل مع المسؤولين للأسف بتشعر إنه حتى الدولة اللي قاعدة تشتغل معك ما عندها منهجية في الشغل لا عندهم خطة علاجية لا عندهم خطة مستقبلية لا عندهم خطة رؤية مستقبلية لأطفال لزانعين القوقعة ولا حتى لذوي الاحتياجات الخاصة ومن جانبه أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة أنهم معنيين بإيجاد حلول لطلبات ذوي الأطفال لكنها تحتاج وقتا لحلها ودراسة تطبيقها من حيث التكلفة والكوادر أما للحالات المستعجلة سيتم إيجاد حلول سريعة لها وذلك بسبب عدم إمكانية انتظارها وقت أكبر نعرف أن المجلس وتحديدا سمو رئيس المجلس كان من أوائل الناس اللي نبهوا من أكثر من تقريبا 7-8 سنوات من ضرورة توخي الحبر في عمليات زراعة القوقعة لأنه كان في علم يقيني وقتها بأن زراعة القوقعة ما بتنتهي مشكلة الطفل مع زراعة القوقعة بل تبدأ التحديات والمتطلبات مع زراعة القوقعة لأنه بعد زراعة القوقعة أنت بحاجة لتأهيل نطقي بحاجة لعلاج نطقي بحاجة لصيانة على أعلى مستوى بحاجة لقطع غيار ويعني خلينا نحكي للأسف أنه هاي الأمور يمكن يعني لم تكن مأخوذة بعين الاعتبار بشكل كبير لكن فيما يتعلق بالآن كل مطالبهم من وجهة نظرنا هي مطالب محقة وهذا الاجتماع ركز على أمرين أطلعناهم أن المجلس من أول مرة التقوا مع المجلس قبل سنة إلى الآن والمجلس في لقاءات مستمرة مع المبادرة مع وزارة التربية والتعليم والصحة والتنمية من أجل إيجاد حلول لزارعي القوقعة في مختلف المجالات تعليم وعلاج وتأهيل وأطلعناهم أيضا على أن الملف بدأ ينتقل إلى وزارة الصحة ملف زارعين القوقعة وأنه فيه اتجاه لشمولهم بالتأمين الصحي والأمر الآخر طلبنا منهم قائمة بالأسماء أو الحالات المستعلجة جدا اللي لا يمكن أن تنتظر الإجراءات والخطوات وفي حال تزويدنا فيها المجلس سيسعى بكل ما لديه من إمكانيات أنه يجد حلول لحاجاتهم المستعجلة سواء من خلال المجلس أو من خلال الوزارات المعنية يعني بصراحة أعتقد أنه عشان نحكي أنه إحنا وصلنا لحل وبدأت الناس تشعر فيه إذا بتسألي حضرتك عن مدى الطويل أعتقد هذا ما رح يتم قبل منتصف العام القادم إلى أن ينتقل الملف لوزارة الصحة وبعدين يتم رصد الموازنات وشمولهم بالتأمين الصحي عشان نقدر نحكي أنه الناس نفسها بدأت تشعر بخدمة معقولة على مستوى التأمين الصحي يعني أعتقد بده وقت لأنه أنت بتحكي عن رصد مخصصات مالية والأهم أنت بتحكي عن كادر معاناة يحيى معها ذوي الأطفال زارعي القوقعة الصوتية منذ نشأتهم وذلك بسبب رحلة العلاج الطويلة والمكلفة التي لا يقدر بعضهم على تحملها وتغطيتها ومعاناتهم المستمرة لإدماجهم بالمجتمع دون جدوى وذلك بسبب عدم وجود الأشخاص المناسبين للتعامل معهم خاصة في المدارس